في الحب هو زي السمكة بالذات رجالة الحوت ليست عايزة أتألك بعد سؤال على التلفل الرجل عن المرأة لأنه يقال أنه بيختلفوا عن بعض آه بيختلفوا عن بعض أنا بشوف أنه راجل الحوت رومانسي أكتر يعني وضعيف شوية يعني هو مش ضعيف مش بقوة مرأة الحوت لكن يعرف يسيطر زي ما قلنا بنعومة لكن ما يظهرش القوة والحشونة بتاعت أي راجل تاني في الحب بشوف أنه راجل الحوت عامل زي السمكة فعلا يعني يدخل في علاقة ويغوص فيها يغوص في العلاقة وبعد كده يخرج يهرب من العلاقة تاني ويطلع يطلع عبير أنا فاكرة مرة زمان كنت بقرأ اللي هي الأبراج الحز بريك برج الحوت ده راجل الحوت عامل زي النحلة بتنتقل من ظهرة من ظهرة لأخرى يعني الراجل مش الست أيها لكن هو زي ما يعني لو حبينا بما إنه حوت وبنعمل ربط ما بين شكل الحوت وطريقته وسلوكه فهو فعلا بيغطس كده في العلاقة ويخرج منها تاني هو دايما رغم إنه إيمانه زي ما بنقول في الحياة هو الحب لكن هو دايما بيدور على حب حقيقي وده مش بيلاقيه بسهولة وعنده استعداد إنه يجرب مئة تجربة ويدخل في تجارب عديدة لغاية ما يلاقي الحب الحقيقي أو يستنى يستنى الفرج طيب إذا اتكلمنا عن أنت قلت إنه هو برج بيحبه رومانسي وطبعا كلنا عارفين إنه هو كمان حالم وعنده كده حياة مع نفسه وبيعزل مع نفسه تلاقيه قاد في مكان هو ومسا مبتسم والناس كلهم مثلا مالك في إيه يعني معروف عن الحود ده هل مثلا عيداك يتكلمني الأول عن موضوع الرومانسية ده وبعد كده بعد الصدمة أما بيجي له الصدمة بيكون رد فعله زي طيب إحنا يمكن حوضح الأول نيبتون إنه كوكبه المسيطر هو نيبتون ونيبتون ده كوكب الأحلام والحب فهو فعلا شخصية حلمة وعاطفي جدا ودايما هو زي ما قلنا إيمانه في الحياة هو الحب وده كوكبه المسيطر هو بيدور على طول على الحب ما يعرفش يعيش من غير حب لكن زي موج البحر كده لما بيقرب وقلنا حساس جدا لأنه برج مائي والمية في الأبرج هي رمز للحساسية فيقرب بمنتهى الحب وكله بقى رغبة في أنه يعني يلاقي اللي بيحلم به لكن حساسيته الشديدة بتخليه إنه هو بيتصدم ويرجع تاني يتراجع ينصحب يعني الرياكشن بتاعه انسحاب وليس عتب لا مش بيعاتب مش بيعاتب ده هم متسامح على فكرة جدا ترجمة نانسي قنقر